نعيش حرب التي تقدر تطور الحرب عالمية ثالثة نعيش أزمة صحية بسبب الكوفيد ما عمرناها بحاله نعيش أزمة اقتصادية لا ماتي لا لا نرى ما هي قوات نووية باكستان والهندي قدروا يدخلوا في سيراء نرى روسيا تمت على أوكرانيا نرى الصين تترقب ما تدير روسيا وتقدر تهجم على طايوان كل شيء يقول بأن العالم تعود في التعزيل واذا نحضر السقوط لنهاية الإمبراطورية الأمريكية يقولون الكثير من الخبارات في حالة التعزيل هل استطيع المؤشرات الإخوة؟ هي المؤشرات التي تبين الصحة والسلامة في الدولة والإمبراطورية والقوة العالمية واذا نحضرون ذلك لنهاية الأمريكا او لا؟ هل ستكون دولة دولة في الفلسط الأمريكا؟ واذا نحضرون تعزيلة؟ ما هي الدولة التي ستطيح؟ وما هي الدولة التي ستقوم بأقوى دولة في العالم؟ ما هي الحويج التي تجعل دولة تضعف وطيح؟ ما هي الحويج التي تجعل دولة تقوى وتأخذ بلاستها؟ ما هي المؤشرات التي تبازو عليهم الخباراء لكي يقولون الدولة قريبة نهار؟ وما هي المؤشرات تبدو كيف يبينوا في المريكا؟ أهل إخوان، وهلش؟ لماذا؟ قبل أن نبدأ هذه الحلقة، ننصحكم كاملا تقرأوا هذا الكتاب الذي تبازيت عليه لكي نفعل هذه الحلقة راي داليو ماذا هو راي داليو؟ ماذا هو راي داليو؟ بعد الناس الذين لا يعرفون عن راي داليو هو أكبر وأحسن تريدر في التاريخ وهو كان يترقب كريز 2008 قبل 2008 كان يترقب كريز 2000 قبل 2000 لذلك هو شخصه لا يتكلم عن فارغ 500 عام لقد درست الإنسانية وترى الإمبراطوريات التي تظهروا لماذا تظهروا الإمبراطوريات التي تظهروا هذا ما سأشرح لكم ذلك راي داليو أرد أن هنا في ثلاث إمبراطوريات الأخرى اللي حكموا العالم الأولى هي الدوتش الثانية هي بريطانيا الثالثة هي أمريكان عندهم من نفس المؤشيرات في طلوع ديالهم عندهم من نفس المؤشيرات في الهبوطة ديالهم ثلاثة ديال المؤشيرات التي يقول راي داليو التي يبينه بأنها تعود تعزيلة في العالم بأنها ستخرج دولة و ستخرج دولة في بلاست أول مؤشير الذي نعيشه هو هو الطبيع الفلوس وكل شيء يغلى كيفما تعرفوا الإخوان من الكورونا الدابة أمريكان طبعوه أكثر من ربعين في المئة ديالتاريخ ديال الدولار اللي تطبع تطبع غير في مدة الكوفيد نحن كدول مؤشير للول كتغلال حياة وكيبقى الدولة غير كالطبع في الفلوس والشي طاري داب الثاني مؤشير هو الغاب والفرق اللي كيكبر بالأغنية والفقارة دابة كنعيشه إيلان ماسك 300 مليار جيف بيزوس والفقارة الأمريكان ركيناسوا في الأرض وكل ملاقية مياه والثالث مؤشير للإخوان المهم هو ظهور قوة ناشئة التي تواجه هذه القوة التي كانت وريضا اليوكي قلت القوة ناتج داخل الخام للصين الإخوان قرب الأمريكان وكسيري آخر مره الإخوان تعودت التعازيل في العالم وطلعت قوة ناشئة وطاحت القوة العالمية السابقة كانت من 1930 ل 1945 فاشطاحت بريطانيا وطلعت أمريكا إن كانت من أمريكا وحبا 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 من كل الناس أن من هذه مجموعة فلعب سيبدأ مجموعة من العمر وطلعت وحبا إذا لديك عملة قوية سوف تقول قوة العالمية قلنا الإخوان بريطانيا فاشطاحت من 1945 فاشطاحت مريكا أول حاجة مريكا فاشطاحت القوة العالمية مور بريطانيا 1944 بريطان ووتس 22 جويل 1944 بعد ثلاث سمين نيغوشيات ديليجيات 44 نشان صنعوا نووو سيستم منتر انترنشنال رجع الدولار هو العملة الاحتياط هو الموني غزاغ في العالم تعرفوا بأن الدولار هو أقوى عملة في العالم هذه هي أول خطوة إذا تبقوا معها سوف تفهموا الأخوة يقول ثمانية المؤشيرات التي أخبرتكم في الأول فيديو لتعرف دولة سوف تنهار أو سوف تخرج ثمانية ثمانية المؤشيرات لتعرف الصحة الإمبراطورية أو دولة أول وحدة فيهم وأهم وحدة فيهم هي التعليم هي الإدوكاسيا العباز الفكر والتعليم ليس غير الماتماتيك و تكشي تيوريك لا تعليم تدع الكاراكتير تدع الشخصية عندما تخرج دراري هذا أول ثاني شيء لابتكارات التكنولوجيا عندما تبدأ تصنعك ريداليوكي تتكلم على الدوتش عندما كانت هولندا الذي حاكم العالم كانوا صنعوا البطوات البطوات التجارية كان هذا أول ابتكار كانوا صنعوا التاليسكوب لذلك عندما تخرج قوة تخرج بشي اختراعات جداد درجة المنافسة في الأسواق الدولية كيف تبيع العالم النفاذ الاقتصادي كيف تدير الاقتصاد الصحة الاقتصادية العامة النصيب من التجارة العالمية ما هو ناتج الدخلي الخام فإن الله طلقت مريكان في بلسط بريطانيا ناتج الدخلي الخام في الكورة الأرضية النص عند مريكا هذا تضع لـ 20% سادس مؤشر هو القوة العسكرية سابع مؤشر هو القوة المؤسسات المالية في البلاد ثامن وأهم مؤشر هو القوة العملة في البلاد كيف يستعملوا الدول أخرين كعملة احتياط وكيف يستقلوها كيف يخزنوها من هناك تجمع التمانية المؤشرات تعرف الحالة الصحية وكيف يدعوها وكيف يدعوها ترى الدقة القلب وكيف يدعوها كيف تعرف دولة وكيف سيطلع وكيف سيذهب ومجرال صعود الذي يدعوها ريضاليو يكون مورا حرب ومع مرحبا صعود سلمي وفي الحرب العالمية تكون حالة طويلة السلام عشنا من 1945 في ثلاثة الأيام كان السلام لا يمكنك أن يواجه هذه القوة الناشئة تكون لديه فلوس ويكون لديه اقتصاد عندها العسكر كل شيء يتفرج وكيف سيضع ترجع الى التعليم الدولة تكون لديه تعليم جيدة تقدر تبتكر تصنع تقدر تصدر السلعة وعندما تبدأ تصدر السلعة تأخذ نصيب من المارشد الدولي والعالمي وعندما تتحدث عن السلعة كثيرة تحتاج الى العسكر لكي تحامل لديك الدولة وكيف تراجع للتعليم هنا تبع معي جيدة الدولة تكون لديك تكون فلول في سعود كهي تتخل المال بالسهل لذلك التي تصدر العالم كامل ويشعر السلعة في العالم كامل لدي الخزائن الطاولة على مهم ما هي تكون الخزائن الطاولة؟ كيف تكتر التولة؟ تستطيع العلم في تعليم بتستطيع العلم في السلاح تستطيع العلم في السياسة و تزيد التقوى تستطيع العلم ذلك و تستطيع العلم تصرف قليلا هناك يحتاج المقاوية للأخوة مقاوية المهم والذي يطلب العلم من البckså كيف لا نرى الكثير من الشركات المغربية يذهبون للأفريقية لماذا؟ هؤلاء المقاولين يخرجون لكي يجيبون نصيب للمغرب من السوق الدولي ورأي داليوكي يقول ثلاثة من الناس مهمين بالنسبة للدولة لكي تسعدوا أو تطيح الأول هو الرأس المالي هو المقاول والبيزنسمال الثاني هو العسكري والذي سيحمي الثالث هو السياسي والذي سيشرح ومن هذا شيء كامل لكي تفهموا هذا لماذا الصين ستأخذ بلاستمريكان يجبكم تعرفوا بأن منك تولي دولة تستطر في العالم كامل الناس ديال العالم كامل لم يقدروا يستغناءوا على السلعة لديك الدولة أعتقد أن الناس ديال العالم كامل يأخذوا السلعة من عندك الدولة يقدروا يبدو يأخذوا العملة دياله وهناك الرجوع الأهم عامل اللي هو العملة إنه أراد يكون قوية لكي تكون العملة قوية سيكون العملة سيكون الكثير من الناس بخزنة وعندهم لكي يكون خزنة و تم تصدر لهم سيكون كتبيا لهم سيكونوا بحاجة لهم янت مجددا هذا الحال في الارض الناس دابة اخرى الميريكان أستورد أكثر في ما تصدر تخيلوا معا وأنت تأتي بسيسي بين الميريكان وصين وصل الى 600 مليار دولار وصين تصدر الأماكن كثير من الميريكان تصدر لها 600 مليار دولار يعني غادي وذلك شيء يتبتل 504 بليون دولار الآن بعض الناس يقولون إنه حقيقي إنه حقيقي من أي مدينة في حياتنا العالم إنه خارج لذلك نهار الصين ستقول لك ستشري من عندي بليوان بالعملة ديالي ستشري بالعملة ثم سيبدأوا الناس يخزنوا العملة ديال الصين وعندما سيبدأوا يخزنوا العملة ديال الصين ستطلع قوة ناشية كالجيلدر هي العملة ديالهم في العالم كامل منها كانت بريطانيا كالباون العملة ديالهم في العالم كامل وميريكان ديال الدولار راكين في العالم كامل فيما ممشي يتغذر بالدولار سيتدوز غير هو المشكل للدولة منها تبدأت تربح فلوس بثاف يقولون الناس ديالها أغنية تقولون ليد العميلة عندك غالية والشيطاري بين شينو وبين ميريكان هذه الكاميرا التي تشاهدوا إذا كانت في واسا مصنوعة في ميريكان ستبع ب600 دولار والشيطاري بين الميريكان يتخلص كثير من الصين هذا هو المشكل من الدولة تقولي تاريخ الناس ديالها لا يستفدون ومن يستفدون ويقولون يوضعها لم يكونوا منافسين في السوق الدولي تقولي الصين أو اليابان أو الفيتنام أو الهند تصنع نفس البرودة بثلاثة مرات تقل لأن هذا الشخص الذي في الصين أو اليابان تتخلص ثلاثة مرات تقل و هناك أمريكان لا تبقى كمبيتيتيف و لا تبقى كتنافس في السوق الدولي و العملة تبدأت تطيح و كيف فهمت الإخوان كيف تتمنى أن هذا الشيء يكون واضح و في هذه الدول الغنية مثلا يبدأ يكبر الفرق بين الأغنياء والفقارة لماذا يكبر؟ لأن الأغنياء الإخوان يستثمروا في أولادهم يقررهم في مدارس مزيانين يقدروا يمشي و يشريوا السياسيين لكي يفوطيوا على قوانين التي تفيدهم و تفيد شركاتهم و يبدأ القاب بالأغنياء والفقارة يكبر و تشيري داليو يقول في جميع الإمبراطوريات يكون مؤشر من المؤشرات للهيارد لك البلاد في أمريكا القاب يكبر الأغنياء يقرر أولادهم في هارفارد في أميتي في أحسن دول يجب أن يحيدوا لكريدي للطلاب إذا أريد أن يضربوا بكريدي تكون تخلص في 20 عام والدولة لا تبقى قوة اقتصادية عالمية ما ترى لها الإخوان؟ تفكروا معي بشركة 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 تنفق و تقول الدولة عوجة تقول الدولة و تخرج من ذلك في الأمريكا الاخوان يجب أن نفق على مليلتر لكني في 70 دولة لديهم 800 قاعدة أسكرية في العالم يجب أن يكونوا نفقوا علىها و يخسروا 8 تريليون دولار في الحروب و تقول الدولة لما تحلم تريليون دولار في هذه الحروب الأخرى لأنهم يطبعوا الهيارد لكي يتحارب المشكلة دائما يجب أن يطبعوا في القيمة الدولار لهم تضخم كل شهر الاخوان يضيعوا حتى الجوش في المية من القيمة الدولار تخيلوا معي اليوم التغيير في المساعدة يتحاربوا إلى نماته حالة 40 يال يتحاربوا عبر أمريكا حتى القيمة الرغم ستتعار وهذا هو أخطر مؤشك و لديهم ستتزال امريكا انتظار الوصل إلى 125% من ناتج الداخلي الخام بريطانيا في الشراء انتظار الوصل إلى 200% امريكا قربها و قابت بالمستحر المحلل بسبب السعودية التي تبع البترول بالمستحر و بسبب الأدول والخورينا عندهم خزائن كبار من الطولار عندما يبدأ بالطولار يبدأ يضعف يبدأوا يتفكوا منه يبدأ الانهيار لذلك الساعة لا تستطيع أن تشدوا لا تستطيع الانهيار والانهيار جنرال مو يكون جوج يكون انهيار الأسباب الداخلية والأسباب خارجية أسباب الداخلية هي مظاهرات كيفما قلت لكم يكبر القاب بالفقراء والأغنية تستطيع الحرب أهلية والخارجية هي حرب مع دولة أخرى مع قوة أخرى وهذا ما الذي تفرجوا في إهدابه الله يحضر السلامة للإخوان وصاف نتمنى أن هذه الحلقة تكون أعجباتكم حاولت أن نبسطها الماكسيموم الكتاب الرئيضالي ونصحكم كامل ونقرأها للإخوان حاولت للخص لكم الماكسيموم للإخوان لكي تفهموا كيف دولة تطلع وكيف دولة تهبط حاولتنا مع الكشف دماغنا وهو أرى بسيط يقدر يتبسط نتمنى أن تكون أعجباتكم الحلقة نتمنى أن تكونوا فهمتوا نتمنى أن تكونوا استفدتوا اللي عنده آراء أخرين يضيفهم مرحبا الإخوان تابعونا في فيسبوك هو المقاويل يوتيوب المقاويل انستغرام المقاويل وكان معكم عزيز نوفل والقناة لتطوير وتغيير العقليات